حدثناه شيم عن أبي بشر عن سعيدي بن جبير عن علي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجد هو فيه سهمه قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله حفناه شيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرنا عدي بن حاتمين قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعتهما تحت وسادي قال ثم جعت أنظر إليه ما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن كان وسادك إذن لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل حدثناه شيم أخبرنا مجالد وزكريا وغيرهما عن الشعبي عن عدي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه واقذ فلا تأكل حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن إبراهيم عن همامي بن الحريث عن علي بن حاتمين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسل الكلب المعلم فيأخذ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت أسم الله عز وجل فأخذ فكل قلت وإن قطال قال وإن قطال قال قلت أرمي بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل حثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا سماك عن مري بن قطري عن علي بن حاتمين قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحيم ويقري الضيف ويفعل كذا قال إن أباك أراد شيئا فأدركه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد ولا أجد ما أذكيه به إلا المروة والعصى قال أمر الدم بما شئت ثم اذكر أصم الله عز وجل قلت طعام ما أدعه إلا تحرجا قال ما ضارعت فيه نصرانية فلا فدعه حدثنا يحيى عن مجالد أخبرني عامل حدثني عدي بن حاتمين قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام قال صلي كذا وكذا وصم فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الحيط الأبيض من الحيط الأسود وصم ثلاثين يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك فأخذت حيطين من شعر أسود وأبيض فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقالا يا أبن حاتمين إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل أدثنا يحيى عن شعب تحدثني عبد الملك بن ميسرة عن سعدي بن جبير قال قال عدي بن حاتمين قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة فأجد فيه سهم فقالا إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه صبع فكل فذكرته لأبي بشر فقالا عن سعدي بن جبير عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت فيه سهمك تعلم أنه قتله فكل حسنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقوا النار ولو بشق تمرت حسنا محمد بن أبي عدي عن أبن عوين عن محمد بن سيرينة عن ابن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عدي بن حاتمين فقلت هذا عدي في ناحية الكوفة فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه فأتيته فقلت إني كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك قال لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فررت منه حتى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الروم قال فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتى كنت له أشد كراهية له مني من حيث جئت قال قلت لا أتي أن هذا الرجل فوالله إن كان صادقا فلا أسمع عنه من هو إن كان كذبا ما هو بضائري قال فأتيته واستشرفني الناس وقالوا عدي بن حاتمين عدي بن حاتمين قال أظنه قال ثلاث مرار قال فقال لي لي عدي بن حاتمين أسلم تصلم قال قلت إني من أهل دي قال ثلاثا قال أنا أعلم بدينك منك قال قلت أنت أعلم بديني مني قال نعم قال أليس ترأس قومك قال قلت بل قال فذكر محمد الركوسية قال كلمة التامسها يقيمها فتركها قال فانه لا يحل في ديني كالمرباع قال فلما قالها توضعت مني هنية قال واني قد ارى ان مما يمنعك خصاصة تراها ممن حولي وان الناس علينا البا واحدا هل تعلم مكان الحيرة قال قلت قد سمعت بها ولم اهتها قال بتوشك النظاعينة ان تخرج منها بغير جوار حتى تطوف قال يزيد بن هارون جور وقال يونس يونس عن حماد جواز ثم رجع الى حديث عدي بن حاتمين حتى تطوف بالكعبة ولا توشك النظاع كنوز كسر بن هرمزة ان تفتح قال قلت كسر بن هرمزة قال كسر بن هرمزة قال قلت كسر بن هرمزة ثلاث مرات ولا يوشك النظاع أن يبتغي من يقبل ماله منه صدقة فلا يجد قال فلقد رأيت ثنتين قد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة وكنت في الخيل التي غارت وقال يونس عن حماد أغارت على المدائن ويم الله لتكونن الثالثة إنه لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه حثن يحيى بن زكري أخبرني عاصم الأحوال عن الشعبي عن علي بن حاتمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل حثن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمر ويحدث عن علي بن حاتمين أن رجلا جاءه يسأله عن شيء استقى الله فحلف ثم قال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف علي مي إن فرأ غيرا خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه قال أبو عبد الرحمن هذا حديث ما سمعته قطو من أحد إلا من أبي حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سمك بن حرب قال سمعت عباد بن حبيش يحدث عن علي بن حاتمين قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب فأخذوا عمتي وناسا قالا فلما آتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفوا له قلت يا رسول الله نأل وافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمنى علي من الله عليك قال من وافدك قالت عدي بن حاتمين قال الذي فرع من الله ورسوله قالت فمنى علي قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي قال سليه حملانا قال فسألته فأمر لها قالت فأتتني فقالت لقد فعلت فعلت ما كان أبوك يفعلها قالت أأته راغبا أو راهبا راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي فذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه ليس ملك كسر ولا قيصر فقال له يعدي بن حاتمين ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصاري ثم سألوه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فلاكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة قال شعبة وأكثر علمي علمي أنه قال بالتمرت بشق التمرت إن أحدكم لاقي ألها عز وجل فقائل ما أقول ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعلك مالا وولدا فماذا قدمت فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجدوا شيئا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرت فإن لم تجيدوه فبكلمة لينة إني لا أخشى عليكم الفاقط لينصرنكم الله تعالى ولا يعطينكم أو لا يفتحن لكم حتى تسير ضعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق على ضعينتها قال محمد بن جعفر فنه شعبة ما لا أحصيه وقارأته عليه حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتمين قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاهد أحدهما فقال من يطع ألها ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطب أن تقوم حدثناه شيم أخبرنا مجاليد عن الشعبي عن عدي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال إذا أرسدت كلبك المعلم فسميت عليه فأخذ فأدركت ذكاته فذكه وإن قتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل حثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوبا عن محمد بن سيرينة عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل إن قال حماد وهشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل إن قال حماد يعني كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتمين فذكر الحديث وهو إلى جنبي لا أسأل عنه فأتيته فسألته فقال نعم بوعث النبي صلى الله عليه وسلم حين بوعث فكرهته أشد ما كرهت شيئا قد تحدثنا يزيد أخبارنا هشام عن محمد عن أبي عبيدة عن رجل إن قال قلت لعدي بن حاتمين حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك فذكر الحديث حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن سماكي بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتمين قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهله في ذلك يعني من أجر قال إن أباك طلب أمرا فأصابه حان أسود حدثنا شريك عن الأعمش عن خيثمة عن أبن معقل عن عدي بن حاتمين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقوا النار قال فأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار وأشاح بوجهه قال قال مرتين أو ثلاثا اتقوا النار ولو بشق تمرت فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة حسنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن عاصمين الأحول عن عامر عن عدي بن حاتمين قال قلت يا نبي الله إن أهل صيد فقالا إذا رام أحدكم بسهمه فليذكر أسم الله تعالى فإن قتل فليأكل وإن وقع في ماء فوجده ميتا فلا يأكله فإنه لا يدعي لعل الماء قتله فإن وجد سهمه في صيد بعد يومين أو اثنين ولم يجد فيه أثرا غير سهمه فإن شاء فليأكله قال وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر أسم الله عز وجل فإن أدركه قد قتله فليأكل وإن أكل منه فلا يأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليه وإن أرسل كلبه فخالطا كلابا لم يذكر أسم الله عليها فلا يأكل فإنه لا يدري أيها قتله حدثنا حسن حدثنا جرير جرير عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة أن رجلا قال قلت أسأل عن حديث عدي بن حاتمين وأنا في ناحية الكوفة أفلا أكون أنا الذي أسمعه فأتيته فقلت أتعرفني قال نعم فذكر الحديث وقال فيه ألست ركوسيا قلت بل قال أولست ترأس قومك فقلت بل قال أولست تأخذ المرباع قال قلت بل قال ذاك لا يحل لك في دينك قال فتوضعت مني نفسي فذكر الحديث حانا يزيد أخبرنا زكريا بن أبي زائدة وعاصم الأحول عن الشعبي عن علي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألت عن صيد الكلب فقال إذا أرسدت كلبك وذكرت أسمى الله عليه فأمسك عليك فكل وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله وخشيتا أن يكون قد أخذ معه فلا تأكل فإنك ذكرت أسمى الله على كلبك ولم تذكره على غيره حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن أبي السفر وعن ناس ذكرهم شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتمين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ فلا تأكل قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل فإذا أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همامين عن علي بن حاتمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما أخذه وإذا رميت فسميت فخزقت فكل فإن لم يتخزق فلا تأكل ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت حثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همامي بن الحريث عن علي بن حاتمين قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي المكلب قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت أسم الله فأمسك عليك فكل قال قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشاركه كلب غيره قال قلت يا رسول الله فأرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همامين عن علي بن حاتمين قال قلت يا رسول الله فذكر معناه ترجمة نانسي قنقر